جمال، موهبة، فلوس وشهرة حياة درامية عنوانها الثقة بالأشخاص الغلط وثمن شهرة غالي جداً دفعته بحياته اللي انتهت بجريمة بشعة وغامضة منه قاتل سوزان تميم وشنو دوافع الجريمة المروعة والغامضة آني ساري حسام وهسة 12 ونص انا اخترت حاجة وهي غلط فراجعت نفسي وكلفتني كتير تسرعت كلفتني انه اتعذب لحد اليوم يعني غلطة واحدة بالعمر بتكلفك تقريباً 3 تربية عمرك كله مساء الخير من جديد فرحان انه رجعتوا حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي وفيديو اليوم رح يكون طويل وبيه هواية تفاصيل ويعني هي شي قصة غريبة كلش وما تصدقون انه ممكن انسان عاش كل هاي المأساة بحياته وقصة اليوم همين رح تشوفكم الجانب المظلم من مجال الموسيقة ويعني الامور اللي يصير خلف الكواليس بعالم الموسيقة والغناء فيلا جيبوا شي تشربوه او تاكلوه وخلونا نبلش بقصة اليوم رح نتناول بيها الحياة الدرامية والوفاة الغامضة لسوزان تميم حتى اوضح لكم من البداية انه هاي الجريمة هي جريمة محلولة مو على كل يعني على غرار كل الجرائم اللي ابطالها مشاهير اللي تكون يا انتحار يا قتل اللي تكون يعني غامضة وانسولفت غير محلولة جريمة سوزان تميم محلولة وبالدلائل وكل شي كان واضح ومتصور حتى بيها بكاميرات المراقبة فاخرنا نبلش باحداث القصة سوزان عبدالستار تميم ان ولدت ببيروت بحي شعبي وبسيط سوزان من هي وصغيرة كان ابوها وامها بينهم مشاكل كلش كبيرة وكانوا يتعاركون قدامها وتصير هاي الخلافات قدامها وهي طفلة صغيرة طبعا كبرت هاي المشاكل بناتهم لحد ما انتهت بطلاقهم وانفصالهم وهي بعمر 12 سنة فقط فهاي كانت اول كسرة بحياتها ان صورة العائلة المثالية قدامها كلها تحطمت والاقسم ان هي شي ان والدها هو اللي حصل الحضانة واخذ يعني حضانة سوزان وبدأ يربيها وحدة ويا زوجة ابو ويا اخوان ثانين وحرمها من امها وما خلاها تشوفها ابدا عاشت سوزان طفولتها كلها ويا ابوها اللي كان قاسي جدا وكان يعني عنده سياسة وحدة وياها هي سياسة القمع كل شي كان ممنوع ممنوع اللبس ممنوع الصديقات ممنوع الطلعات ممنوع حتى تلعب ويا صديقاتها بالشارع كل شي كان ممنوع عليها وبنفس الوقت كانت محرومة من امها ومن عائلة امها وما كانت اصلا تعرف يعني وين هي امها متنفس سوزان الوحيد من هي وصغيرة كان الغنى كانت تبهر كل اقاربهم وكل جيرانهم بانه هيش قد بسرعة تحفظ الاغاني واشلون تأدي الاغاني بصوت جدا حلو رغم صغر عمرها كانت تغني اغاني الوردة واغاني للفنانات قديمات وبنفس الوقت كانت تقلد تقلد شيريهان ونيلي اللي هم نجمات الفوازير يعني بالاثمانينات بس طبعا كون انه هي من عائلة مثل ما احتشت لكم محافظة كلش وابوها كلش قاسي كان يعني ما بالها ابدا انها تكون بيوم من الايام مغنية او مغنية معروفة ولا كانت هيش الموضوع بس هواية بالطفولة وبعد ما بدت شوي شوي تكبر وتصير مراهقة اصلا نست موضوع الغنى وما بدت تغني يعني غير بالحمام او بينها وبين نفسها المهم مشت الايام بسوزان وقدرت انها يعني تتخرج من الثانوية وتدخل لكلية كلش زينة دخلت لكلية الصيدلة وكانت طالبة متفوقة جدا وهي بالكلية تعرفت على زميل لها طالب وياها اسمها علي مزنر ومنها تبدي اول المأساة والمشاكل بحياة سوزان تميم اول ما تعرفت على هذا الطالب صارت بينهم علاقة حب وهي كانت تريد كلش انها تخلص من سياسة القمع ومن قسوة ابوها والسلطة فقررت انه هي يعني تتزوج هذا الشخص بعد ما عرض عليها الزواج بالفعل راح خطبها لكن والدها مقبل ابدا وقالها هذا ما عنده فلوس وحالتها مزينة الى انه هي اصرت انها تتزوجة حتى بس تتخلص من بيت ابوها وبالفعل يعني تقريبا انهزمته اياه وتزوجه وطبعا بعدها ابوها اقتنع بالموضوع وقبل على هذا الزواج طبعا علي هذا كان عالطال بطال وعالحديدة مثل منقول حالتها المادية كلش مزينة وهو اصلا مايحب يطور من نفسها يعني كان عالطال بطال مثل منقول ولا يشتغل ولا شي وكانت حالتهم المادية تتأزم يوم بعد يوم وهي عايشة وياه وطبعا كانت عايشة وياه بسكن كلش بسيط وبويا اهله يعني وضعية كلش تعبانة لحد ما بيوم الايام علي هذا سمح بالصدفة سوزان وهي تغني والدندن وينفسها فحس انه عندها صوت كلش مميز وكلش حلو فاجأ عليها وقل لها ليش ما تبديين تغنين وليش ما يعني تصيرين مغنية وخلاص تطلعين صوتش هذا وموهبتش لكل الناس طبعا سوزان رأسا انه رفضت الموضوع لانه ما كان ببالها ابدا انه هي تكون مغنية كانت خلاص تريد تكمل دراستها بالصيدلة وتصير صيدلانية وينتهي الموضوع عليهش الى انه علي ظل يزن براسها وقلها انه وضعيتنا المادية موزينة ولازم نسوي شي غير حياتنا بدأ يلح عليها لحد ما اخيرا اقتنعت طبعا قل لها انه انا رح ادعمك واني بظاهرك واني زوجك ويعني ما حد رح يقدر يقذيك بهذا المجال وايضا اطاها ثقة انها تشارك ببرنامج مواهب معروف جدا بهذي شي الفترة اسمه ستوديو الفن كان يعني من اشهر البرامج الموجودة في لبنان او هو اصلا البرنامج الوحيد مع المواهب بهذاك الوقت وكان معروف جدا واي احد يظهر به يشتهر كلش يعني طلعوا من عنده اليسا والكفوري نوال الزغبي وكثير من المطربين طلعوا من هذا البرنامج فكان يعرف زوجها انها اذا اشتركت بهذا البرنامج وتوفقت خلص رح يختصر عليها مراحل كل شهواية بالفعل راحت سوزان بمساعدة زوجها واشتركت بالبرنامج سنة 96 وفازت بالميدالية الذهبية عن فئة الغناء الشعبي اللبناني يعني فازت انه هي المرتبة الاولى بالغناء وطلعا بشرط من هذا البرنامج انه الفائزة توقعوا اياهم عقد المدة ماتة عشر سنوات توقعوا اياهم انها تكون محتكرة فقط لهم ومحتكرة للشخص اللي هو صاحب هذا البرنامج ومخرج لبناني معروف اسمه سيمون اسمر المهم وقعوا بالفعل وياها وحققت شهرة كلش كبيرة على مستوى لبنان كونها يعني فازت ببرنامج مشاهد بشكل كلش كبير كان سوزان عندها كل متطلبات النجمة اللي يريدها هذاك العصر اللي هو نهاية التسعينات على بداية الالفينات جمال رشاقة صوت حلو وكريزمة كلش كان عندها يمكنها من انها تكون نجمة صف اول بعد فوزها بالبرنامج بدأ سوزان تنطلب كلش بالحفلات وبالمطاعم وباليعني بدأت تسوي اغاني ايضا فزادت اكثر شهرتها وبدأ يصير شغلها احسن واحسن وبدأت تتحسن حالتهم المادية بهذا الوقت كان زوجها علي يعني قاعد بس وتقريبا يدير اعمالها من بعيد لبعيد وبعد ما شاف انها لازم تتفرغ للفن اجبرها انها تترك دراستها بكلية الصيدلة حتى هو يكمل دراسته وبالفعل كانت هي تشتغل وتصرف عليه وهو يكمل دراسته بالصيدلة وعايش حياته تمام يعني ويحقق احلامه براسها وبفلوسها علي بدأ يتحكم بيها اكثر واكثر وبدأ يضغط عليها اكثر وبيوم من الايام راحلها ويا مجموعة من الاوراق والعقود طلب من عدها انه توقع عليها طبعا هي استغربت لانه زوجها يعني ماكو بين الازواج عقود شغل قلها هاي العقود احتكرت شبيها مدى الحياة انه تظلين خلص تشتغلين بس ويايا واني اكون مدير اعمالك مدى الحياة طبعا هي كلش رفضت وعرفت انه هاي يعني هي الشعرة الاخيرة بعلاقتهم هو نهاها كون انه حست بي انه كلش دايستغلها ومدى يشوفها غير انه هي الدجاجة اللي تبيض له ذهب ففورا طلبت من عنده الطلاق لكنه مقبل انه يطلقها ومقبل ينفصل عنها الا بعد معارك بالمحاكم كلش طويلة انتهت انه يمنعها من السفر وتسافر بعدها الى فرنسا بطريقة ما يعني حتى بس تهرب من عنده لحد ما اخيرا انتهى هذا الزواج بانفصالهم وهي سافرت يعني حتى تهرب بس من عنده وايضا تهرب من العقد اللي كانت مسويتها ويا برنامج استوديو الفن اللي فازت بي ردت تهرب من كل مشاكلها وتروح تبدي بداية جديدة بفرنسا تركت بيتها وزوجها وبلدها ويعني نجاحاتها وهي بعز شهرتها المهم هي وفي فرنسا هناك بيت تشتغل مأحد اسمه عادل معتوق كان منظم حفلات لبناني عنده مطعم بفرنسا هي كانت تشتغل به طبعا تعرفت عليه يعني عن طريق اصدقاء مشتركين ببيروت وبدأت تشتغل بالمطعم مالته عادل هذا حبها وهي ايضا حبته فعرض عليها انه يتزوجها وانه يبدي هو يدير اعمالها طبعا هي وافقت لانه هي ايضا كلش حبت هذا الشخص وهو بالفعل بدأ يصرف عليها فلوس يعني اول شي دفع الشرط الجزائي ما العقدها ويا برنامج استوديو الفن وايضا دفع فلوس كلش هواية لزوجها الاول حتى يعني يكمل خلص اجراءات الطلاق ويطلقها رسميا فبالفعل صارت هسا يعني مطلقة وايضا عقدها ويا استوديو الفن انتهى فصارت اخيرا حرة لكن ما طول موضوعه هواية لانه عادل هذا جاب لها عقد جديد وياه متخ مستعش سنة ولازم يتوقع عليها فبالفعل وقعت على هذا العقد وصارت محتكرة لزوجها الثاني عادل معتوق رغم حبهم هذا الى انها ورى فترة عرفت انه ايضا عادل دا يستغلها وانه بس يريد يشغلها حتى يربح من عدها فلوس فبدأت تصير مشاكل كلش كبيرة بياناتهم انتهت انهم اول شي يرجعون لبيروت وبعدها ينفصلون وتصير بينهم مشاكل كلش كبيرة ويرفض ايضا انه يطلقها مستحيل يطلق وحدة دا تجيب لها فلوس يعني دا يستفادوا براسها كل هاي الفلوس والمبالغ مستحيل يتركها بهاي السهولة فعانت كلش ورفض انه يطلقها اللي سوتها انها ببساطة هربت مرة ثانية وهاي المرة راحت المصر هناك انكرت زواجهم قادت انه هو عمره ما تزوجني وانه جاب لي اوراق فارغة وقعت عليها وهو بعدها زورها وسواها عقد زواج وكل الاوراق اللي عنده هي كذب واحنا عمرنا ما تزوجنا بالمقابل عادل يسكت اكيد لا سووا عليها كثير من القضايا وبدأ يلاحقها قضائيا باكثر من قضية اول وحدة انه تهمها انها سرقت مبلغ 230 الف دولار من شقتهم قبل ما تهرب من عنده وايضا طلبها ببيت الطاعة يعني انه هي مرتها ولازم ترجع له وسووا عليها كثير من القضايا الثانية بسبب العقد اللي عنده اللي وقعتها هي ويا طبعا كل هاي الدعاوي كانت بمحاكم لبنان وسوزان بهذا الوقت كانت هاربة بمصر لكن تم القاء القبض عليها بمصر وكان المفروض انه يتم تسليمها للسلطات اللبنانية الى انه محاميها قدر انه يسوي لها استهناف وانها تطلع من السجن لكنها تظل محتجزة بمصر وممنوعة من السفر عادل زوجها منع اي قناة منها تتعامل وياها منع اي لقاء لها منع اي شركة انتاج تسجلها اغاني او تصور لها كليبات وايضا منعها انها تشتغل باي حفلة فكانت يعني لما تشتغل تشتغل من جوة جوة وما تعرف اشلون يعني تعيش حتى وهي وحدها بمصر وطبعا صارت ممنوعة من السفر من مصر وايضا ممنوعة من السفر لأي دولة بالعالم لانه اسمها كان يعني مطلوب بالانتربول بكل مطارات العالم يعني كانت محتجزة بمصر ولا تقدر تشتغل ولا تقدر تسوي اي شي بسبب هاي القضايا رغم انه زواجها بعادل ما استمر اكثر من ثمان اشهر الى انه هو يعني سوى لها مشاكل كلش طويلة ويمكن مشاكلها وياه هي اللي رح تظل وياها لحد لحظة موتها وراح تكون وحدة من اسباب وفاتها ظل السوزان محبوسة بمصر وعايشة بمئسات لحد سنة 2005 لما كانت روتانم روتانم سوية حفلة منظمة حفلة بمصر بالقاهرة وكان حاضرها عدد من الفنانات وعدد من رجال الاعمال هناك تعرفت على امبراطور العقارات مثل ما يسموه واحد من اغنى رجال الاعمال بمصر الملياردير والسياسي هشام طلعت مصطفى كان سياسي ونائب وعضو بحزب مهم واحد من اغنى رجال الاعمال لانه كان عنده وحدة من اضخم شركات العقارات بالشرق الاوسط طبعا بالبداية بدت علاقتهم انها تكون صداقة لكنها بدأ شوية شوية يعني يتقرب من عدها اكثر ويدلعها ويدللها اكثر من اللازم اول شي حجزلها جناح كامل بوحدة من الفنادق اللي يمتلكها حتى تظل ساكنة بيها طوال فترة وجودها بمصر وبنفس الوقت بدأ يساعدها حتى تحل مشاكل حللها كل مشاكلها القضائية ويطليقها عادل اول شي دفع مبلغ 230 الف دولار اللي اتهمها انها سرقتها بدون نقاش وايضا دفع لها كل مبلغ الشرطة الجزائي اللي يفك عقدها يعني العقد اللي يمسوي وياها فهنانا صارت اخيرا من جديد سوزان حرة وتقدر انها تسافر وتقدر انها تغني من جديد وترجع للساحة الفنية لكنها انصدمت انه هشام هذا بدأ يعرض عليها الزواج ببداية حججت بمشاكلها ويا عادل لكن بعد ما انحلت هاي المشاكل رجع من جديد يضغط عليها انه يريد يتزوجها هي كانت رافضة تماما ودائما تقول لها خلينا نكون اصدقاء بس وما اريد اكثر لكنها كان مصر عليها وكان ايضا مدلعها ومدللها ويشتري لها املاك ويشتري لها مجوهرات وبوحدة من المرات حجز سينما كاملة بس حتى يحضرون بيها فيلم يعني كان يسوي كل شي حتى يبهرها بذل ليش كل شي ايش يدي يسوي وياها وهي ما موافقة انها تتزوجها لسببين اول سبب انه هشام كان عنده علاقات سابقة ويا كثير من الفنانات اللي كان يشتريهم بفلوسها نوعا ما ويززوجهم فترة وراها فيما لا وبمناسبة كان متزوج الفنانة نورة اخت الفنانة بوسي الممثلات المصريات فسوزان كانت خايفة من هذا الشي انها ياخذها وتنعاد مأساتها من جديد اللي عاشتها ويأزواجها اللي راحوا بالاضافة لذلك انه سوزان اساسا كانت خلص متعقدة من الزواج ومتريد بعد اي رجل بحياتها ورا اللي شافتها من زوجها الاول وزوجها الثاني وكانت هسه استوها يعني اخذت نفسها وبدت تنطلق فنيا من جديد وبدت تتقلق اكثر ووقعت وهي اهم شركة انتاجه في ذاك الوقت شركة روتانا فكانت ناوية انها تتفرغ لحياتها الفنية اخيرا وبعد ما تدخل اي رجل بحياتها لكنها كان مصر وكان بدأ يغار عليها وبدأ انه يعني يشك حتى بيها وفرض عليها كثير من الشغلات اولها فرض عليها يعني حراسة شخصية بوديغارد زم شنوا فهمها انها حراسة شخصية لكن بالحقيقة هو خلهم هيشي حتى يراقبوها يراقبون كل تحركاتها فكانت عايشة بحالة قلق وياه ومدأت تعرف شلون تخلص من عنده سوزان بدأت تخاف من هشام اللي صار مهووس بيها ومهووس انه شلون يحصل عليها ومدأت تعرف شلون تخلص من عنده لكنها رجعت لصديق قديم الها صديقها هذا كان الهروب كعادتها لما تحس بضغوطات سوزان كانت تهرب وللمرة الثالثة وهي برحلة بلندن قدرت تغافل الحرسة الشخصية اللي مخليل هي هشام وتقدر انها تهرب من عندهم وتروح يعني ببيت وحدة من اقاربها بلندن وتقيم يمها هشام هنا تخبل وبدأ يحس كل شي باهانة ويحس انه شلون ما قدر يحصل عليها ولا يجيبها يعني او يغريها بفلوسة او سلطة فحس كل شي باهانة واستفزاز وبدأ يحاول انه يرجعها بكل الطرق ببدأ يدزلها ناس مشتركين اصدقاء مشتركين وترفض بدأ هو يتصل عليها وما يحصلها بدأ حتى يعني وصل لابوها ولأهلها وبدأ يسويهم يعني مثل الواسطة بينها وبينها ولكن هي كانت رافضة تماما انها ترجع له وكانت تعرف انه هو شخص يعني خلص مهوس ومخبل ولازم تخلص من عنده ويطلع من حياته طبعا ظلت عايشة بلندن بفترة تهديد وخوف وهي خايفة ترجع المصر وخايفة تسافر لأي مكان وعايشة بشقتها بلندن وهي مرعوبة من هشام اللي بدأ يهددها انها اذا ما رجعت لها رح يشوفها الويل ورح يدمرها ويعني من هذا الحشي اللي انتو تعرفوه فبنت تفكر بخطة انها يعني تبعد عنها بطريقة انه بعد خلص ينسى موضوع انه يتزوجها وبنفس الوقت هي كانت محتاجة شخص يكون ظهر الها ويكون سند الها وهي وحدها بلندن فعن طريق الصدفة عرفت هناك ملاكم يعني ملاكم عالمي اسمها رياض العزاوي هو عراق بالاصل بالمناسبة تعرفت عليها وهي بلندن ويعني رأسا عرب عليها الزواج وبالفعل اتزوجتها وعاش وسوى بلندن طبعا هنا تخبل هشام وراء ما اسمها عنها تزوجت هذا الشخص زوجها الثالث فاتصل عليها وهالمرة هددها بصريح العبارة قالها اما تطلقين مني وتتزوجيني مقابل مبلغ 50 مليون دولار او ادز اي واحد بمليون دولار يقتلت وين ما تكونين رغم ذلك اتزوجت رياض سنة 2007 لانها كانت متأكدة انه هشام مجرد يريد يذلها ويرضي غروره وهو ابدا ما يحبها طبعا انه يسكت ويتركهم وبحالهم وانها صارت خلاص متزوجة ويعوفها لا هشام ظل اكثر يضغط عليهم ويهددهم وبدوا يحسون نفسهم انهم عايشين بتهديد حتى وهم بلندن كان مو بس يهددها هي كان يهدد زوجها رياض ايضا قدموا بلاغ ضده ببريطانيا وقدموا بلاغ ضده بمصر لكن مفاد الموضوع ومتوقفت ابدا يعني تهديداته ومضايقاته لهم طبعا بعد كل هاي المضايقات والتهديدات بيت تحس سوزان انه ممكن هشام ينفذ تهديداته وانه ممكن يصير مصيرها مثل مصير سعاد حسني كون لندن صارت بها كثير من عمليات الاغتيالات ومنضمنها موضوع سعاد حسني اذا ما شايفين موضوع سعاد حسني رحكي لكم الفيديو بالوصف فقررت انها تهرب من جديد وتروح المرة لدبي وتبدي منك حياة جديدة بعيدا عن مشاكل هشام طبعا قبل ما ترجع لدبي انفصلت عن زوجها رياض ويعني ما معروفة لاسباب بالضبط ناس تقول ان كان يعني يخونها ناس تقول ان كان ايضا يستغلها ماديا وناس تقول انها اصلا تزوجتها كاتفاق حتى بس انه يعني يبين انه هي متزوجة قدام هشام حتى يبتعد عنها لكن ما نجحها الموضوع فخلاص تركوا واحد الثاني اول ما رجعت الدبي رجعت مشاكلها من جديد وهي زوجها الاول علي مزنر وطلع للإعلام وقال اني وعمري ما طلقتها وهي جمعة بين زوجين وهاي صارت عليها مشاكل كثيرة وصارت قضايا وصارت ايضا حتش بالصحافة يعني وصل لسمعت ولشرف سوزان فكان هذا الشي مدمرها نفسيا انت تشوفون الخربطة بحياتها وكمية المشاكل والحظ السيء يعني انا ما شايف فنانة اتعرضت لهالقد مأساة يعني كل ما تاخد نفسها يصير لها مصيبة اقوى من اللي قبلها وبنفس الوقت ايضا هشام طلع ما كان دا يمزح بتهديداته لانه بالفعل نفذ تهديده لانه جند شخص كان ضابط امن الدولة السابق بمصر اسمه محسن السكري جنده حتى يروح وينفذ عملية قتل سوزان تميم قال له انك تروح لها لندن واما يعني تذبها من فوق البالكون مالتها مشقتها مثل سعاد حسني فيبين انها انتحار او انك يعني تصدمها بالسيارة فيبين انها حادث عابر وتقدر انت تهرب طبعا شنو علاقة محسن بهشام محسن السكري كان يشتغل ضابط امن بوحدة من المجمعات السكنية اللي يملكها هشام فكان واثق من عنده ويعني عرض عليه هاي العملية مقابل مبلغ مليونين دولار وبالفعل محسن هذا سافر لها لندن وراح لها شقتها حتى ينفذ جريمته لكن لحسن حظها كانت هي حاسة بالموضوع ومسافرة قبل جيته بفترة قصيرة ورايحة لدبي من راحة سوزان الدبي قعدت هناك بشقة كان مشتري لها اصلا هشام مسبقا ببرج فاخر اسمه برج الرمال بدبي وهاي كانت غلطة جدا كبيرة راح تودي بحياة سوزان بالأحداث الجاية كونها قاعدت بمكان يعرفه كلش زين هشام ويعرفه بتفاصيله برقم الشقة وبالمكان وبكل العنوان من وسط سوزان الدبي رجعت منجريت تنطلق فنيا ومثل العنقاء اللي يطير من بين الرماد هي كي سوت سوزان ورجعت تغني بأهم الحفلات والمهرجانات وتظهر ببرامج مهمة وأيضا بدت انها يعني يتغني باللهجة الكليجية واللبنانية والمصرية يعني رجعت تتعوض كل الفترة اللي فاتت اللي كانت مليانة مشاكل بعدتها عن فنها حياة سوزان الدبي كانت كلها مزدحمة ومليانة شغل ونجاحات لكن هشام ما استسلم أبدا ونقل خطة ويا السكري هذا انه يروح من لندن ويروح لها لدبي وينفذ خطة وياها بدبي ويتخلص منها وهي بدبي لكن كان كل ما يروح لها ويتقرب انه ينفذ جريمته يلقى انه هي محاطة بالناس او المعجبين او يلقاها يعني وياها هوايا ناس فيعني تخرب كل الخطة ويتأجل الموضوع بنفس الوقت امن دبي كان امن جدا قوي واقوى من امن لندن فكان الموضوع صعب جدا انه ينفذ ويعني حتى المكان اللي هي عايشة ببرج الرمال هذا مكان عليه حماية مشددة ويقعدون بيه شخصيات مهمة فبدأ يتواصل ويا هشام ويحاول انه يرفع المقابل المادي ويبين لانه الموضوع صار اصعب وهشام يعني كان كلش مستعجل وخلاص يريد ينهي حياتها ويريد انه ما يكون اكو شي اسمه سوزان تميم على وجه الارض فوافق على كلش يريده السكري وقال له بس نفذ الجريمة باسرع وقت ويعني خلاص يريد ينتقم باي شكل طبعا محسن السكري هذا كان مسجل كل مكالماته ويا هشام طلعت لانه كان حاس انه اخاف بيوم الايام ورا ما ينفذ جريمته هذا كي يتملص من الموضوع وما يتفعله المليونين دولار فكان مسجل كل المكالمات هاي حتى انه بعديا اذا رفض يتفعله يضغط عليها بهاي المكالمات فيضطر انه يحول له الفلوس المتفق عليها وما كان يعرف انه هاي المكالمات هي راح تكون اكبر دليل عليهم بعد الجريمة كون هشام بصريح العبارة طلب من عنده انه يقتل سوزان تميم طبعا هشام زود السكري باول شي يعني عنوان سكن سوزان تميم وكل خط سيرها وين تروح وين تجي رقم شقتها كل التفاصيل اللي يحتاجها عنها وبالفعل بدأ تنفيذ الخطة سنة 2008 سنة 2008 انتقل محسن السكري لدبي واجر يعني بفندق او يعني حجز بفندق بالقرب من المكان اللي عايشة به سوزان وقعد بيه هناك واول ما يعني استقرب الفندق دزلها رسالة على رقمها اللي كان محصلة طبعا من هشام دزلها رسالة ادعى بيها انه هو مندوب من شركة الرمال اللي هي مشترية من عندهم شقتها اللي عايشة بيها وقالها انه اكو اوراق مهمة لازم توقعيها وتتطلعين عليها بخصوص الشقة فبالفعل هي صدقت بي وانطتا موعد لقاءة قابلة بي بشقتها وكان يوم 28 سبعة من سنة 2008 تحديدا الساعة ثمانية ونص مساء اجي يوم 28 سبعة وكانت المفروض سوزان بالليل عندها موعد ويها ابن خالتها ابن خالتها كان عايش في دبي وكان يعرف بكل موضوع تهديدات هشام إلها ويعرف انه هي عايشة بخوف وتهديد كل هاي الفترة فكان يعني بين ساعة وساعة بين وقت ووقت يخابر ويتطمن عليها ويشوف هي وين ويشوف هي تشيشي فبليلة هذا اليوم ظل يتصل عليها وهي مترد عليها فبدأ يحس طبعا بقلق يعني مو طبيعي انها مترد عليها بهاي الظروف فقرر انه يروح للمكان اللي عايشة به برج الرمال وهناك يسأل عليها ويشوفها وين بالفعل قاد سيارته وراحلها ولما سأل الامن عليها قلوا له هي ما نزلت بعدها موجودة بشقتها فتطمن اكثر وقال احتمال تكون نايمة او ايشي فصعدلها لشقتها اول ما وصل لباب شقتها لاحظ انه الباب غير مغلق بشكل كامل اول ما فتح الباب انصدم انه لقى جثة سوزان يعني مددة على الممر المقابل للباب وكانت غرقانة بدمها طبعا انصدم كل شو بسرعة تصل بالشرطة وهو ما يعرف شنو اللي صار لكنه يعرف السيناريو انه اكيد اللي ورا هذا الموضوع هو هشام لما دخلت الشرطة بشرطة دبي بدأت تتحقق بالموضوع اول شي لاحظوه على جثة سوزان انها متعرضة لعدة طعنات وجروح دفاعية انه احد كان دي هاجمها بالسكين وهي دي تحاول تحمي نفسها فتعرضت لهذه الجروح الدفاعية بوجهها وايضا بذراعها وطبعا كان سبب وفاتها هو الذبح كان واضح جدا انه الجريمة يعني وحشية جدا وانه هي قاومة تقاتلها كل شهواية وبعدها يعني ذبحها بهاي الوحشية وطبعا كان مسرح الجريمة مرعب جدا يعني انا اتذكر من طلع هذا الشي بالاخبار كان شي يخوف على اقل يعني اقل تعبير ايضا لقى بشقتها ورقتين اول ورقة كانت وصية اليها كاتبتها من زمن قريب كأنها كانت حاسة انه نهايتها قريبة كانت الوصية كاتبتها بخط ايدها رح تشيركم بعدين شنو انكتب بيها الورقة الثانية كانت ورقة بيضة مكتوب بيها تلف كلمات الزواج او القتل طبعا بمراجعة كاميرات المراقبة اللي كانت منتشرة بكل البرج عرفة والشرطة ايضا كل اللي صار بكل تفاصيله بالموعد اللي متفق عليها اللي هو ثمانية ونص مساء وصل بالفعل السكري اللي كان متدعي انه هو يعني مدير مبيعات بالشركة اللي بايعت لها الشقة وصل لشقتها وبدأ يطرق عليها الباب طبعا هي بيّن انه هي تأخرت يلا فتحت لها الباب وبدأت تسألها اسئلة وايضا تتردد لانه بهاي الفترة كانت خايفة وحاسة انه اكو خطر على حياتها بالنهاية يعني رفع لها الكيس اللي كان شايلة وكان عليها علامة الشركة اللي هي بالفعل مجترية من عندهم شقتها فطمنت لها شوية وفتحت لها الباب لكن فاجئها انه دفع الباب واقتحم الشقة وطلع سكين كبيرة وبدأ يحاول انه يطعنها برقبتها طبعا بالبداية ظلت تقاومة وظل يعني يضربها بالسكين وصارت لها هاي الجروح الدفاعية انتهت انه يسيطر عليها ويسوي هذا الشيء المروع برقبتها ذكرت مصادر انه يعني اسف انه يجد اقول انه راس سوزان كان يعني على وشك انه ينفصل عن جسمها بسبب هذا الشيء طبعا قتلها بدم بارد وبعشر دقائق فقط قدر انه يتخلص من عندها بعدها خلع ملابسة اللي كان لابس تحتها ملابس ثانية لانه ملابسة تلطخت بدمها فملابسة اللي جواها كانت ملابس نظيفة خلها هاي ملابسة بكيس ونزل وما استخدم المصعد استخدم الدرج وبوحدة من الطوابق اثناء نزولة وضع هذا الكيس اللي بيه الملابس الملطخة فتحت انبوبة الاطفاء ومو معروف ليش خلاها هنا لانه صارت بعد ذلك دليل عليه ويعني اصلا يعني ما معروف الشون دخل وسوى كل هذا الموضوع وقدامه كاميرات المراقبة ويعني اكو كثير من الحركات الغبية اللي سواها رغم انه المفروض يعني ضابط امن سابق وكل هاي الامور مرة عليه وانه قتلها بدم بارد يعني متمرس بهالموضوع واكتشفوا انه ايضا للأسف قدر انه يعني بعد ما يطلع وينفذ جريمته يسافر مباشرة يروح للمطار وياخد طيارته لمصر اللي كانت على يعني بعد ساعة ونص فقط من وقت جريمته صعد بالطيارة وسافر بعد ما نفذ الجريمة طبعا بعد خمس ساعات فقط من التحقيق قدرة شرطة دبي انه تحل كل ملابسات القضية ومثل ما قلت لكم كان الغريب والصادم هي الاخطاء الفادحة اللي سواها السكري رغم انه ضابط امن سابق ورغم انه يعني مبين انه متمرس بهاي السالفة زينهم اصلا شون عرفوا اللي بالكاميرات بكاميرات المراقبة هاي هو محسن السكري يعرفوها من خلال بطاقة الاعتمان مالته كان عنده بطاقة اعتمان طبعا بيها اسمه وكل معلوماته راح واشترا من عدها الملابس اللي لقوها بفتحة الاطفاء وصلوا للمحل يبيع هاي الماركة والملابس وخسئلوا الموظفة وقلت لهم انه اللي اشتراها هي هاي معلوماته فطلعت لهم يعني المعلومات اللي انطاها من خلال بطاقة الاعتمان وعرفوا اسمه وكل معلوماته ايضا بنفس البطاقة اشتراه السكين وايضا دفع فلوس الفندق اللي كان قاعد بيه وهاي ايضا كانت حركة جدا غبية من عنده وطبعا قدروا انهم يتبعون تليفونه وعرفوا انه داز رسائل لسوزان اللي قالها انه هو يعني يشتغل بالمبيعات وهي تشيه ويسوي موعد وياها وايضا اكتشفوا رسائله واتصالاته بهشام طلعت بمصر فنتفضح كل الموضوع وانكشف للإعلام بهذا الوقت هشام اول ما شاف الموضوع يعني طلع بالإعلام رأسا هرب الى سويسرا لكنه بعد فترة قصيرة وبنصيحة من معارف الى واصدقاء رجع لمصر من جديد لانه يعرف كل جزء انه هو اذا ظل بسويسرا الانتربول رح يسلم مباشرة الى حكومة دبي لكنه اذا ظل ببلده فيعني ماكو دولة تسلم مواطنيها حتى لو كانوا متهمين يتم محاكمتهم ببلدهم وهذا الشي فيده اكثر كون انه هو عنده حصانة وهو برلماني يعني نائب وعنده كثير من العلاقات بمصر فرجع لمصر وقال انه سفرته هاي كانت مجرد سفرة عائلية شرطة دبي سوت يعني مؤتمر صحفي كشفت بيه كل ملابسات القضية وتصوير كاميرات المراقبة وكل شي يعرفوه عن هاي القضية وايضا طالبت السلطات المصرية تسليم محسن السكري للعدالة طبعا انقلبت الدنيا بهذاك الوقت الاعلام كله بدأ يحكي ونظريات تطلع ونظريات تنزل يعني انقلبت الدنيا على وفاة سوزان تميم سوزان تميم ما كانت فنانة عادية كانت نجمة كلش كبيرة وكلش معروفة على مستوى الوطن العربي السلطات المصرية بالفعل بسبب كل هذا الضغط الاعلامي قدروا انهم يعني وبسرعة يلقون القبض على المحسن السكري ويبدون يحققون وياه وما اخذوا ياهو الموضوع هواية لان اعترفوا بكل شي قال انه الجريمة كلها من تدبير هشام طلعت وانه هو العقل المدبر وانه دفاع له مليونين دولار حتى ينفذ جريمته بعد عودة هشام من سويسرا ويعني على خلاف كل المتوقع تم القاء القبض عليه واسقاط الحصانة البرلمانية عنه ووضعه بالسجن وبدأ التحقيق وياه طبعا نكر كل المواضيع الى انه يعني كل شي كان لابسه وعليه تسجيلات وعليه اعترافات من محسن فالقضية كانت لابسته لابسته بعدها بسنة يعني بسنة 2009 ويعني كانت مستمرة كل هاي الفترة المحاكمات تم اخيرا الحكم على هشام طلعت وعلى محسن السكري بالاعدام والغريب انه بمحاكمتها كانت سوزان حاضرة لكن بصوتها كون انه محاميها يعني عرض تسجيل صوتين عرضون للمرة الاولى اول تسجيل كان مكالمة بينها وبين هشام طلعت وهو يهددها بالقتل بصريح العبارة وثاني مكالمة كانت مكالمة بينها وبين والدها مخابرته وهي بدبي وهو ببيروت وتشكيله عن الرعب والتهديد اللي عايشته بسبب تهديدات هشام لها وهي طبعا كانت كلها ادلة كافية انه ينحكم اخيرا بالاعدام على هشام وعلى محسن طبعا بعد هذا الحكم رأسا يعني محامين محسن وهشام طلعوا بمليون نظرية ثانية ينفون بها تورط هشام او محسن بالقضية ما عرف شلون رغم هما نفسهم اعترفوا وعليهم تسجيلات وصار استئناف يعني انه اعادة نظر بالقضية واغرب شي بهاي القضية انه سنة 2010 عائلة سوزان تنازلت عن حق بنتهم قالوا انه احنا مريد انه يعني يتحاكم هشام ولا محسن ولا اي شي ومريد من عندهم اي شي وقالوا انه هما سووا هيش لوجه الله وانه من دفع لهم اي فلوس واني يعني متأكد انه تم الدفع لهم او انه هما تم تهديدهم لانه ماكو واحد يضيع حق بنته بهاي الطريقة وبسبب هذا الشي وبعد سنتين تم اعادة المحاكمة وصار حكم مخفف اخذ بيها محسن السكري 28 سنة سجن اما هشام طلعت ف15 سنة سجن فقط المصيبة انه القضية رجعت من جديد يعني للانظار سنة 2017 لما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اصدر مذكرة اعفاء يعني عفو رئاسي لعدد من المتهمين بمناسبة عيد الفطر احد هذول المتهمين كان هشام طلعت اللي تم الاعفاء عنه بعد سنوات قليلة قضاها بالسجن وسنة 2020 قبل سنتين ايضا صار نفس الشي انه بعيد الفطر سوى السيسي يعني عفو رئاسي لعدد من المتهمين وهالمرة كان بينهم محسن السكري اللي طلع وهو اليوم وهشام عايشين واحرار ويعني ضاع دم سوزاني اللي انظلمت وهي عايشة وهي ميتة هالشي اثار غضب كثير من الناس وكثير من الصحافة لكن يعني خلاص انتهى الموضوع وهذا صار الواقع انه هما اليوم احرار وانه هي الوحيدة اللي انظرت بكل هاي القصة طبعا صارت ايضا شغلات غريبة بعد وفاتها انه خطيبة اخوها عندها اخ كان عايش بدبي سوزان خطيبته لهذا اخوها انتحرت من فندق كانت عايشة به او كانت يعني مقيمة به لفترة رمت نفسها من شرفة الفندق هذا الفندق كان ينتلكه هشام طلعت مو معروف ليش او شنو علاقتها بالموضوع مو بس هيشي بعد يعني بعد ما طلعت القضية واشتهرت القضية واحد من المحاميين رفع دعوة ضد محسن السكري بعد ما دعا انه لقى بصمته بالشقة اللي انتحرت بيها سعاد حسني سنة 2001 قبل يعني سبع سنوات من يعني جريمة سوزان تميم فاتهموه انه هو ايضا اللي نفذت جريمة بسعاد حسني لكن القضية مراحت لأي مكان لعدم كفاية الأدلة طبعا قصة كلش دراموية وكلش حزينة ومليانة أحداث يعني واحدة تقهر أكثر من الثانية واني ما عرف ليش لحد السمس سووا قصة سوزان تميم مسلسل أو فيلم احس انه لازم يسواها مسلسل وتكون البطلة سيرين عبد النور لانه حيل تشبهها بالشكل وما عرف شو ما ملاحظين هذا الشي فلازم هي تسوي دور سوزان تميم ويحشونها هاي المأساة انتو شو رأيكم بهاي القصة اكتبوا لي بالتعليقات واكتبوا لي بالتعليقات عن منو حابين احتي بالفيديو الجاي منو من المشاهير عنده حادثة غريبة حابين احتي بيها اكتبوا لي وشكرا جزيلا لمتابعتكم اشتركوا اذا ما مشتركين والناس اللي ممسوني اللايك الحدسة سووا لايك لانه يدعون الفيديو كلش هواية وتصمحون على ألف خير